سير السلام عليكم أتقدم بخالص الشكر إلى سيادتكم على هذه الدورة دورة التحليم الموجود لما لها من منفعة على المتداول البرصيين والمبترين المميزات هذه الدورة البساطق الشرح بلغة يفهمها الجميع لذا أهيب بجميع المتداولي للشياء في هذه الدورة وتعبخها الاستحيات من المعلومات لا نقبل الكريبتو كل ما انطلب منك الكريبتو فهو نصاب واطلبوا رسائل صوتية باسمكم سأضعوا الرابط اطلبوا رسائل صوتية باسمكم حتى تتجنبوا النصابين لا تنسوا ذهب الى الموقع ببرويفتريدر.com في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قرأتها وهناك كتب كذلك يمكنكم تحملها فقط تضغط على ابدأ الان مجانا تضع ايميليكا الخاص وتصيلك الكتب لا ايميليكا الخاص تحذير التداول مهنة خطيرة يمكن ان تخسرك اموالك لذلك كل ما نقوم بفضل قناة ودمغزة تعليمي تثقي في مئة بالمئة لا نعطي لنصائح مالية ولا استثمارية اذا ضغطت على زر شراء البيع انت المسؤول مسؤولية انتم عن قراراتك قناة العلم الارف الكذب التي تتحملها هي تمسؤولية كل ما نطلبه منك تراقب تقارن تشاهد واذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام الى دورتنا وإلى عروضنا البيتكوين كل ما اعراه الان انه نحن في النطاق كسرنا النطاق ننتظر ذلك التصحيح اذا حصلنا على ذلك التصحيح فهذا يعني صعوب اذا لم نحصل على ذلك التصحيح فهذا يعني ان هذا تصحيح وقد نحصل على نزول لكسر القاعر اما الان او يسعد مرة اخرى ثم يعود فقط بكل بساطة طيب المشكلة لدي الان في هذا المنطقة هل هي بداية عبارة عن تصحيح ولا لا هل هي عبارة عن شيء سيساعدني ولا لا لنرى لاحظوا معي البيتكوين بعد هذا الموجة نزل السعر ثم عمل 1-2-3 ثم هو الان في منطقة يعني قد نقول انها منطقة نطاق طيب لكن هناك العديد من الاحتمالات الان اذا كان يعني اذا كان هناك هذا عبارة عن اذا كانت هذا هذا عبارة عن تصحيح فهو تلاحظوا ان هناك سعود وهو في هذا المنطقة اذا كنا سنحصل على تصحيح لانني لا اعرف لحد الساعة عن ماذا ساحصل في التحليل الموجي يجب ان تكون لديه على الاقل ثلاث موجات انا لديه موجة اولى ثم موجة ثانية بعد الموجة الدفع يعني بعد هذا النطاق وبعد هذا الموجة الدفع احتاجه على الاقل الى ثلاث موجات والموجة التانية يجب ان تكون تصحيحية بالتالي انا الان لديه موجة اولى ولديه موجة ثانية قوية مما يعني ان هناك تعقيد في الامر اذا كان هذا سيكون تصحيحا انا اشرح لكم ما الذي قد يحدث اذا كان هذا سيكون تصحيحا الذي قد يحدث هو ان يعود البيتكوين الى هنا ثم يسعد ثم يعود هكذا سأقول اوكي هذا تصحيح هل سأتخذ القرار هنا لا هل سأتخذ القرار هنا نعم يجب ان تكون لديك استراتيج يعني سأنتظر ان يكتمل هذا التصحيح ثم يسعد السعر يكسر هذا التريند لاين ثم يعطيني امور معينة قبل القول ان هذا للسعود هذا من جهة اذا هذا السيناريو ستقول لي انت تعطينا سبعين الف سيناريو نعم اعطيك سبعين الف سيناريو لان هذه البنية لازلت لم تكتمل انا اعطيك السيناريو هاته استباقية لازلت لم تكتمل للبنية لو اكتملت سأقول لك اوه اوكيان سأبحث عن السعود او سأبحث عن النزول لكن لحد السعر لم تكتمل البنية وفي 90% من الاوقات ستجد البنية غير مكتملة في السوق في 90% من الاوقات ستجد البنية غير مكتملة لماذا؟ لان الموجة الدافعة تأخذ وقت بسيط وتنتهي لكن التصحيح يأخذ وقتا طويلا ستجد نفسك في 90% من الحالات في التصحيح وليس في الموجة الدافعة انتبهوا لهذا الامر طيب اذا الان هذا السيناريو مدام هذا قوي هذا الموجة بي قوية اذا نزل ثم عاد ستكون هاته هي الموجة بي ثم يعود ومن هنا اذا ساعد وكسر اوكي هنا سنبحث عن السعود هذا السيناريو سيناريو الثاني ان ينزل السعر بقوة يبتعد عن هذا المنطقة كثيرا ثم يبدأ يصحيح هكذا هذا يقول لنزول يقول لنزول لكسر مستوي 32 ألف لاحظوا هذا السيناريو الثاني اذا هل تحقق؟ لا لكن ننتظر عندما يتحقق نعرفه ونعرف كيف سنتصرف معه طيب السيناريو الثالث هو ان يسعد البيتكوين هكذا الان يسعد الان يعني يعود من هنا ويسعد ثم يعود يعطيني هذا النموذج ومن هنا يبدأ السعود بقوة عند كسر هذا المنطقة انا مهتم بالسعود كذلك اذا هذا سيناريو الثالث سيناريو ثالث اذا متى ساكل مهتم بالسعود؟ لما يسعد يكسر القمة ثم يعود ثم يسعد يكسر القمة هنا أنا مهتم هنا لست مهتم هنا لست مهتم إذن أعرف لدي سيناريو أنتظره وأعرف إذا حدث كيف سأتصرف معه بثالي أنا لا أتداوله بطريقة عمياء أعرف كل سيناريو وكيف أتعامل معه سيناريو الهبوط أعرف كيف سأتعامل معه سيناريو التصحيح أعرف كيف سأتعامل معه ثم السيناريو الرنين فلات كذلك أعرف كيف سأتعامل معه بالتالي أنا لدي معلومات قوية جدا فقط أحتاج أن أصبر إلى أن تكتمل بنيته هذه المعلومات فقط لا أقل ولا أكثر لا أقل ولا أكثر بالتالي الآن طالما لازينا فوق هذا النطاق وكل مرة ساعد السعر ونزل هكذا أحتاج إلى كسر هذه المنطقة لأبحث عن الصعود غير ذلك لستمهتما بالصعود إذا عاد البيتكون إلى النطاق ثم لم يستطع الصعود وبقي أسفل هنا يصحح هذا هو هبوطي إلى كسر القهر إلى كسر القهر مستوى الاثنين وثلاثين ألف دولار وتسعمائر لأنه سيعتبر هذا تصحيحا وسيعتبر هذا الكونتراكتين فلات تصحيح بي الموجة بي وهذه الموجة اي وهذه الموجة السي وبدأت بطريقة تصحيحية لكن الآن بدأت تنزيل تلاحظون؟ إذا نحن في مفترق الطرق لازينا لم نحصل على أي شيء لازينا لم نحصل على أي صحيح حققنا أرباح عند كسر هذا النطاق إلى وصلنا إلى هنا كنا ننتظر تصحيحا صغيرا هنا للبيعات عن البيع مرة أخرى نحن في السوق ننتظر إذا الآن ننتظر لنرى ما هذا سيحدث في هذه المنطقة أحتاج أن أرى ما الذي سيحدث في هذه المنطقة إذا كانت تصحيحا فهذا يعني صعود إذا نزلت بقوة ثم صححت هنا فهذا يعني نجح لاحظوا السهولة والبساطة في التحليل إذا هذا هو تحليلي اليوم للبيتكوين أتمنى أن تستفيدنا مع هذه الفيديوهات لا تنسوا أن تنتسبوا إلى القناة سأضع لكم رابط انتساب أسفل في التعليقات يدعموا القناة حتى نصل إلى مئة ألف مشترك كذلك لا تنسوا استغراء العروز نعرض دوراتين بساعة دوروا واحدة هذا هو الرابط رابط تليجرام اطلوبوا رسالة صوتية باسمكم أنا الذي يجاوبكم مباشرة لا تنسوا أن تفضلوا لايكات ضعوا تعليقاتكم من السفل الفيديو وأنا العلم يعرف الكذب السلام عليكم اطلوبوا يتشاركوا أطلوبوا يتشاركوا